بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وكل من تبعهم على الحق واستقام أما بعد فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله شرع لعباده حج بيته الحرام كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع وعلمهم كيف يؤدون حجهم وقال خذوا عني مناسككم وهذا خطاب لأمته إلى يوم القيامة وصفة حجه مروية محفوظة في دواوين السنة ومشروحة وموضحة في كتب الفقه فما على المسلم إلا أن يرجع إلى تلك المصادر للتعرف على أعمال الحج إن كان يحسن الضجوع ويستطيع الفهم أو يسأل أهل العلم إن كان لا يستطيع ذلك ولا يحسنه أيها الحجاج اختموا هذا اليوم المبارك اختموا هذا اليوم المبارك في هذا الموقف العظيم وتعرضوا لنفحات ربكم في هذه العشية المباركة ففي سنن ابن ماجة وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي رواية اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا وعلموا أيها الحجاج بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم وغفر لنا ولكم أنه لا يجوز الانصراف من هذا الموقف إلا بعد تحقق غروب الشمس لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص فإذا غابت الشمس حان الانصراف وعليكم في منصرفكم من هذا الموقف العظيم والحشد الكبير عليكم بالرفق والسكينة والتواضع والخشوع فقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وشنق الزمام لناقته حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويشير بيده اليمنى ويقول أيها الناس السكينة السكينة فعليكم أيها الحجاج بالرفق في سيركم ولا تضايقوا إخوانكم الحجاج في سيرهم وترهقوهم بمزاحمتهم وتخيفوهم بسياراتكم ارحموا الضعفة والمشاة وكبر السن واستغفروا ربكم في حال انصرافكم كما أمركم الله بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واذكروا الله في مسيركم إلى مزدلفة فإنكم في حالة انتقال من مشعر إلى مشعر فإذا وصلتم إلى مزدلفة فتأكدوا من حدودها حتى تنزلوا داخلها ولا تكونوا خارجها لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج والمبيت خارجها لا يجزئ عنه وحدود مزدلفة من مأزم يعرفة إلى وادي محسر وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب وقد بيّنت حدود مزدلفة في وقتنا الحاضر بلوحات إرشادية مكتوب عليها عند بداية مزدلفة وعند نهايتها وقد ميزت ساحاتها بميزات تعرف بها وفي أي موضع نزل الحاج من مزدلفة كفاه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المزدلفة موقف رواه ابن ماجة وأبو داود وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر وجمع اسم من أسماء المزدلفة فإنها تسمى مزدلفة والمشعر الحرامة والمشعر الحرامة وجمعا فإذا وصلتم إلى مزدلفة على بركة الله فصلوا المغرب والعشاء جمعا مع قصر صلاة العشاء إلى ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة وذلك أول ما تصلون قبل أن تنزلوا شيئا من أمتعاتكم لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة قال حتى أتى المزدلفة فصلا بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم تبيتون بمزدلفة بعد ذلك ناوين أداء ما أوجب الله عليكم من هذا المبيت واقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فإذا طلع الفجر فبادروا بأداء صلاة الفجر في أول وقتها ثم اشتغلوا بالدعاء إلى أن تسفروا جدا ثم ادفعوا إلى منا قبل طلوع الشمس فالمبيت بمزدلفة أيها الحجاج على النحو الذي ذكرنا واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم أما من وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا والأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر فيصلي الفجر فيها ويدعو بعد الصلاة ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى ومن يحتاج إليه المريض لمرافقته يعفى أيضا من المبيت وكذا يجوز ترك المبيت لمن يقدم لمن يقوم بخدمات للحجيج إذا توقف عمله على ترك المبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت ويجوز للضعفة من النساء والصبياني وكبار السن أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ويجوز لمن يلي أمرهم من الأقوية أن ينصرف معهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله متفق عليه فتلخص مما مر في موضوع المبيت بمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج لمن وافى مزدلفة قبل منتصف الليل أما من لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فإنه يكفيه أدنى مكت فيها والأفضل له البقاء فيها إلى أن يصلي الفجر ويدعو كما تقدم وأن المريض الذي يحتاج إلى نقله لمستشفى خارج مزدلفة يعفى من المبيت بها وكذلك من يقدم خدمات عامة للحجيج يعفى من المبيت بمزدلفة أما من ترك المبيت بمزدلفة من غير عذر شرعي مما ذكر فإنه يلزمه دم يجبر به ترك هذا الواجب مع إثمه بالتعمد أيها الحجاج من السنة عند الإنصراف من مزدلفة أن يأخذ الحاج معه سبع حصيات من مزدلفة أو من طريقه ليرمي بها جمرة العقبة في يوم العيد أما بقية حص الجمار للأيام التي بعد يوم العيد فيأخذها الحاج من منا ولا داعي لنقلها من مزدلفة لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته ألقط لي حصى فلقط له سبع حصيات هي حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أيها الحجاج نستودعكم الله ونسأله لنا ولكم القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر